السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أخوتي وأخواتي معكم سامر يونس هذا المقطع اليوم حيكون موجه للمبتدئين في مجال التعليق الصوتي والهندسة الصوتية هدفي نقل معلومة مبسطة بخطوات محددة أربع أو خمس خطوات بداية من التسجيل وحتى إخراج مقطع صوتي خالي من الضجيج ومن تقطقة اللسان واللعاب بعيدا لنقل عن التفصيل الاحترافي في برنامج Adobe Audition المعروف طبعا لدى الجميع كبرنامج احترافي نوعا ما في الهندسة الصوتية هاي الخطوات يمكن عملها بطرق أخرى وإلها ارتباطات مع فلاتر وأوامر يمكن يعتبرها المبتدئ صعب ببعض الشيء لهيك حددت خطوات مبسطة ومحددة وبمسار محدد حتى يستفاد المستخدم واللي حيتابع هذا المقطع طبعا ببداياتي كنت أبحث كثيرا عن هيك مقطع عشان يكون في شيء محدد وواضح بدي أسجل صوت وبدي أخرجه فكنت أضيع تقريبا بخلينا نقول محاضرات احترافية تخصصية فتقريبا كان الموضوع شويتين صعب فلهيك قررت أعمل هذا المقطع اليوم ما حطول عليكم نبدأ في واجهة البرنامج هي عبارة عن نافذة طبعا بسيطة فيها عدة قوائم عنا الفايل الإدت والمالتي تراك وإلى آخره برجع بأكد ما حدخل به تفصيل كامل قبل ما نبدأ طبعا بنوه إلى أنه جودة التسجيل تعتمد على نوعية الجهاز أو المايك اللي سجلنا من خلاله أيضا على المكان اللي سجلنا فيه الصوت لهيك ما رح أدخل بهذه التفصيلات لكن بشكل عام نبتعد عن التسجيل فيه مكان فيه ضجيج واضح لأنه بيأثر على النتيجة النهائية بغض النظر إذا كان مسجل بالجوال أو بمايك شو ما كان نوعية المايك بقصد أصوات السيارات أو المراوح أو المكيف حتى أصوات العصافير الأصوات اللي يمكن تأثر على الصوت الأساسي خلينا نبدأ هلأ لحتى نبدأ فيه أحد أمرين إما أنه يكون فيه تسجيل محفوظ في الحاسوب وبدنا نعمله هندسة وبهاي الحالة منروح على قائمة فايل ومنضغط على تاني خيار اللي هو أوبن أو فتح بيظهر عننا طبعا من نختار المسار وين نحن حافظين الملف فرضا شعر أوبن أوكي فتح عنا الملاف اللي بنا نشتغل فيه هاي الحالة الأولى أما الحالة الثانية أنه نسجل مباشرة بالبرنامج عن طريق مايك موصول بالحاسوب طبعا ومعرف على النظام وكمان لازم يكون معرف على البرنامج بهاي الحالة بيكون لازم فيه توافق طبعا بالإعدادات بهاي الحالة لحتى نفتح ترك جديد منروح على قائمة على قائمة فايل مننزل على أول خيار اللي هو نيو أو جديد منروح على تاني خيار اللي هو أوديو فايل تظهر عننا هاي النافذة الصغيرة أول شي في عنا الفايل نيم فرضا منسمي شعر رح استشعر معكم اليوم حت تتحملوني السامبل ريت الأربعة وأربعين ألف وفي كمان ممكن نختار 48 ألف طبعا أنا هون عندي إعدادات النظام كان فيها مشكلة بالنسبة للمايك اللي عم استخدمه فالهيك التوافق حاليا على أربعة وأربعين اللي هي في عنا المونو ستيريو وعنا أمور أخرى تخليه على المونو والبيت ديبت هو الأربعة وعشرين نضغط على أوكي عشان يفتح معنا فتح معنا الترك هلأ لحتى نبدأ تسجيل منروح على الزر الأحمر هاد ومنضغط بزر اليسار قبل ما نبدأ تسجيل نصيحة في عنا ببداية التسجيل إن كان بالجوال أو حتى بالمايك أو بأي وسيلة الموجودة عنا خلينا نسجل بالأول جو الغرفة منسميها بصمة الضجيج بصمة الضجيج لأنه بعدين حنستخدمها حنزيل الضجيج عن طريقها طبعا يمكن أنه نسحبها من أي مكان آخر لكن أنا بفضل أنه نسجل جو الغرفة بالأول عشان نقدر نسحبها بعدين من كامل الملف فرح سجل هلأ حاليا ممكن كام ثاني أول شيء بدون أي صوت حتى بدون ما أطلع أي تقطقاء أو أي شيء وبعدين ببدأ التسجيل اللي بدي أسجله ما مر ذكرك إلا وابتسمت له كأنك العيد والباقون أيام أو حام طيفك إلا طرت أتبعه أنت الحقيقة والجلاس أوهام هاي سجلت هلأ مقطع صغير طبعا لإيقاف التسجيل بضغط على هذا المربع وقفنا التسجيل أوكي بنجي على المسافة اللي حكيت عنها اللي هي البداية اللي سجلناها خالي هاي هون خلينا نقول شايفين هذا البار هون هذا هو الضجيج هلأ هذا الضجيج داخل بكامل الصوت حتى بالموجة الصوتية فنحن نحن بنقدر نعمل للمسافات الخالية لكن الضجيج حيبقى داخل الموجة فنحن هلأ هدفنا نسحب الضجيج من كامل المقطع بما فيهم الموجة الصوتية فنجينا عند المقطع اللي حددناه بالأول اللي سجلناه بالأول الخالي منحدده بعدين منروح على قائمة اللي هي خامس قائمة من فوق مننزل على خيار بعدين مندخل على تاني خيار اللي هو فتحت عنا هاي النافذة نافذة منيجي على هذا الخيار اللي هو منضغط لما منضغط عليه كأنه عم نقوله خذ هاي البصمة احفظها عندك البصمة الصوتية البصمة الضجيج إذا بتذكروها اللي أنا حددتها بالأول اللي محدد بالمقطع حنقوله خود عنه متل صورة خلينا نقول أوكي هلأ منروح على خيار select entire file يعني عمم على كامل المقطع عمم على كامل المقطع حدد المقطع بالكامل هلأ منروح منقوله نضغط على apply شو عمل؟ سحب الضجيج اللي أنا البصمة اللي حددت له يها سحبها من كامل المقطع عممها على كامل المقطع و سحبها أوكي طبعا بيبقى هون بعض مثل ما أنا شايفين هون بعض خلينا نقول البواقي أو لأنه نحن ما سحبنا كل شيء في عنا هون طبعا بين الموجات الصوتية في عنا النفس كمان هلأ منجي للمرحلة الثانية أول مرحلة خلصت اللي هي سحبنا الضجيجة هلأ منجي على المرحلة الثانية اللي هي منحدد المسافات الخالية بكامل المقطع منضغط زر اليمين بالفقرة بالماوس ومننزل على silence نعطيه silence أوكي عملناها صامتة يعني هاي المقطع صارت صامتة ومنروح على كل مكان خالي منحاول نبعد عن عن الموجة الصوتية لأنه إذا دخلنا أو عطينا شوي زيادة داخل الموجة الصوتية هيحزب أحرف يعني هيعمل silence لأحرف فنحنا بنبعد عن الموجة الصوتية ومنعمل silence نفس الشي بزر اليمين بننزل على silence ومنخلي كل الفراغات الموجودة على نفس المبدأ بنعملها silence طبعا بهاي الحالة منكون حصلنا على مقطع تسجيل صوتي خالي من الضجيج ومن النفس بين موجات الصوتي بين الجمال شوفوا هلأ خلينا نسمع ما مر ذكرك إلا وابتسمت له كأنك العيد والباقون أيام أو حام طيفك إلا طرت أتبعه أنت الحقيقة والجلاس أوهام أوكي تمام هلأ خلصنا تاني مرحلة من عملية تصفية الصوت هلأ منروح على ويندوز القائمة القابلة الأخيرة فوق هاي القائمة فيها مجموعة القوائم الخاصة بالأوامر تبع البرنامج يعني عبارة عن نوافذ فيها الأوامر اللي رح نتحكم فيها بالصوت نحن بنستخدم تنتين هلأ هون اللي أنا حددتهم ضمن المسار اللي حطيته بالأول هنروح على Diagnostics Diagnostics أوكي منفعلها بتظهر عنا هون هذا الفلتر أو هذا الخيار إلو علاقة بطقطقة اللسان أو طقطقة اللعاب طبعا هو ما بيزيل ما بيزيل لهذا الأمر بشكل كامل أنا بضطر أحيانا أشيله بشكل يدوي طبعا فيه احتمالات أخرى وفيه خيارات أخرى لهذا الموضوع وفيه فلاتر ممكن إدخالها للبرنامج وشراءها وهذا الكلام لكن بالنسبة لي أنا بفضل أحيانا أشيلها يدويا بتكون أفضل يعني أكتر دقة طبعا تحتاج جهد وتحتاج وقت لكن لا بأس حاليا منحدد المقطع وبعدين بضغطين عابد بزر الماوس يسار بعدين منروح على سكان أوكي فحص المقطع وطلع لنا هاي هون التقطقات الموجودة اللي هو لقاها ونقول له بنضغط على أوكي خلص خلصنا للمرحلة التالتة اللي هي التقطقة المرحلة الرابعة وهي الأخيرة اللي أنا بستخدمها هلأ هاي المرحلة مرحلة أشرحها بشكل مفصل فيها أمور خاصة بالبرنامج احترافية خلينا نقول بدنا نفعل الماتش لودنس ماتش لودنس أوكي هاي القائمة لها علاقة برفع وتنزيل الصوت طبعا هلأ هون هذا الدي بي هذا هون الدي بي لما مننزله أو منرفعه لهو رفع وتنزيل الصوت أوكي لكن أنا ما بستخدم هاد بستخدم بستخدم الماتش لودنس لأنه هو له علاقة بشيء اسمه الصوت المسموع بدون تفاصيل خلينا نشتغل فيها متل ما أوكي عشان ما متل ما حكيت بالأول يكون كل شيء بسيط مبسط نضغط على المقطع ومننزله لتحت نسحبه لتحت أوكي صار عنا هون هلأ إذا حرقنا هذا هون هيك عنا المقطع اللي تبعنا الصوت تبعه ناقص 24 طبعا فينا نرفعه أو ننزله أنا حاطه هون ناقص 20 الموضوع إلو علاقة وين حينتشر هذا المقطع لأنه اليوتيوب في إلو مثلا درجة محددة من الصوت السوشال ميديا في إلها درجة أخرى يعني هذا الموضوع شويتين اختصاصي لن نفرض عشان بس أعطيكم مثال يعني أنا رفعت هون لنقص 20 رن أوكي ارتفع الصوت ناشي نشغله هلأ ما مر ذكرك إلا وابتسمت له كأنك العيد والباقو تمام خلصنا المراحل صار عنا مقطع صوتي هلأ خالي من الضجيج خالي من تقطقت الصوت نوعا ما صوته مرتفع مناسب منقدر نستخدمه طبعا في أمور أخرى ممكن نعملها لكن خلينا على هذا النوقف هون حاليا المهم عندي أنه المبتدئ ممكن إذا سجل صوت حيطلع معه صوت مرتب ونضيف خلينا نحكي شوي على الفلاتر هلأ هون الفلاتر طبعا التطبيق فيه فلاتر كتير منها تكون موجودة بالبرنامج ومنها لنجب نشتريها شراءها منها فلاتر تجميلية للصوت ومنها فلاتر إصلاحية فرضا في عنا الدييسر فرضا هذا له علاقة بالصفير في عنا أحيانا بيطلع معنا صفير ببعض الأحرف مثل السين والصاد وأحيانا الجيم فهذا الفلتر له علاقة بهذا الأمر عدة فلاتر خلينا نعمل تجربة صغيرة بس مثلا في عنا الإيكولايزر وفي عنا الديلي وفي عنا الريفيرب اللي هو الصدى فكتير أمور فيه تجميلية وفيه إصلاحية فرضا خلينا نجرب ديلي أند إيكو ندخل على أنالوج ديلي أوكي بتظهر عنا هاي الشاشة هاي النافطة طبعا فقلها نسب مئوية أوكي أنا محددها هيك فقط للتجربة خلينا نشغل المقطع شوف كيف حيصير تلاه كأنك العيد والباقون أيام أو حام طيفك إلا طرت أتبعه أنت الحقيقة شايفين كيف يعني صار عنا شيء من الصدى أوكي نضغط على أبلاي خلص اتفعل الفلتر بهيك حالي خلنا نجربه آخر مرة ما مر ذكرك إلا وابتسمت له كأنك العيد والباقون أيام أو حام طيفك إلا طرت أتبعه أنت الحقيقة والجلاس أوهام وهيك منكون وصلنا لآخر المشوار بحلقتنا اليوم آخر شغلي بس موضوع حفظ الملف طبعا الملف بيكون الأصلي الخام خليه على حاله ما بنحفظ فوقه فنروح على فايل ونضغط على سيف آز يعني كأنه نسخة جديدة اوكي سيف آز آآ بتطلع عنا هاي النافذة اللي هو أول شيء اللي هو اسم المقطع اوكي اللوكيشن انتو بتحددوه لوين تكون تحطوه من البراوز هون منحدد وين حيكون اوكي آآ بعدين في عنا الفورمات الفورمات هي صيغة الملف اما ويف او او غيره يعني انا دائما بسيفه بصيغة ويف طبعا آآ اجود آآ اكثر جودة يعني اوكي بس ومنقول له اوكي نحفظ آآ وبهيك نكون وصلنا لآخر حلقتنا اليوم ان شاء الله نكون آآ افدناكم آآ وصلنا معكم الى مرحلة بتقدروا تسجلوا بتقدروا تعملوا هندسة ولو بسيطة آآ يطلع الصوت واضح وصافي وتقدروا تنشروا بما يرضي الله طبعا آآ آآ لا تنسونا من خالص دعائكم دائما منقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصوت الفريد عندما ينسج الصوت معنى الحر اشتركوا في القناة 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 شكرا